الله يصبحكم الخير من جديد مشاهدين ومكملين معكم أكيد في فلسطين هذا الصباح الطريق إلى بناء علاقة قوية طويلة الأمد يبدأ من المعدة من المطبخ بالتحديد ريمة وسنتحدث في هذه المحطة الخاصة حول الكتاب المطبخ النوردي الفلسطيني هذا الكتاب الذي أطلق في الثامن من تموز وكان تحت رعاية رئيس دولة الوزراء الدكتور محمد شتية ونتحدث عن الدول الإسكندينفية المشاركة في هذا الكتاب النرويج والدينمارك والسويد ولكن بشكل رئيسي الدينمارك لا حصة كبيرة في هذا الموضوع نعم وبهذا الجانب وبتفاصيله المختلفة وهذه العلاقة المرتبطة بأشكال مختلفة منها المطبخ نتحدث طبعا حول هذا الكتاب حول هذه العلاقة مع سعادة السفير الدينماركي لدى دولة فلسطين كاتل كاليسون أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك شكرا جزيلا وصباح الخير لكل الأصدقاء في فلسطين أنا سعيد بأنكم معكم أرى السلام بك معنا سعادة السفير ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا في بيتك دعني أسألك في البداية عن ما الأسباب التي دفعتك لإطلاق هذا الكتاب كتاب المطبخ النورد الفلسطيني وهل كان لأكلات الفلسطينية تأثير على ذلك بالتأكيد عندما يكون هنا السفير يزور السوديو سيتحدث عن السياسة ولكن أيضا يمكن أن نتحدث عن أمور أخرى حيث نحن طبعا نعمل على تعزيز وترويج للحقوق الفلسطينية طوال الوقت حقوق الإنسان لكل الفلسطينيين في أساس التعاون بين الدولتين ولكن أيضا علينا أن نتحدث عن أمور أخرى في فلسطين كحسن الضيافة واسواء في أطفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غازة حيث تذهب تجد هناك من يرحب بك بحرارة ونتيجة حسن الضيافة هذه وجدنا بأنه لا بد من أن يكون هذا الكتاب بين أيدينا عن المطبخ النوردي الفلسطيني وإذا ما فكرنا في هذا الكتاب طبعا وعندما نجلس حول الطاولة ونتناول الوجبات معا ستجد بأن الأدوات الدبلوماسية أيضا موجودة فعلا حسن الضيافة ما يمكن أن نفعله مع بعضنا البعض يتم مناقشة في هذا الإطار العلاقة بين فلسطين والدنمارك والبلدان الأخرى البلدان النوردي كالسويد والنرويج وفنلندا هذا جميل جدا يمكن أن نعرف أكثر ما جاء في هذا الكتاب خاصة بأنه طبعا يمكن القول بأنه مزيج ما بين المطبخ شمال أوروبي وأيضا الفلسطيني بالتأكيد المطبخ النوردي والمطبخ الفلسطيني يوجد اختلاف فيما بينهما في فلسطين كما تعلمون تجتمعون حول المائدة يتم الحديث بين أفراد العائلة أثناء الارتقاء على طولة المائدة ولكن الأفضل طبعا كل ذلك هو أن نتحدث عن ناصر الوجبات الفلسطينية طبعا في أوروبا هناك الجالية الفلسطينية موجودة في الدنمارك الجالية الفلسطينية يتم الحديث معهم فنريد أن نعرض كيف يمكن أن نقدم الدعم للمنتجين من الشباب والفئات الأخرى من المجتمع الفلسطيني وذلك بإيجاد طرق إبداعية جديدة لدعم هؤلاء المنتجين وفي نفس الوقت التركيز على المطبخ النوردي فهو كتاب انتقائي بالفعل حيث يوجد فيها أشياء لربما لم يشاهدها الناس من قبل وهي عملية الدمج ما بين المطبخ النوردي وكذلك المطبخ الفلسطيني وفعلا تجي على الذحاب لإجراء الطبخ بأنفسنا وكنا نذهب ونفعل مع بعضنا البعض من خلال طبعا وجود أشيف الفلسطيني من خلال العمل مع طلاب في مدارس النروى ومع طلاب المدارس المختلفة فيكون هناك اللقاء بين كل الأطراف وتكون هناك وجبة مزيج من الجميع والهدف من ذلك طبعا هو مساعدة الشباب الفلسطيني في إيجاد فرص العمل ومساعدة المسارعين الفلسطينيين على الصمود وعلى الثبات على أرضهم وعلى الإنتاج والمنافسة أيضا في هذا المنتج فنحن نثمن هذا الكتاب لأنه هو نقطة انطلاق نحو إيجاد فرص أفضل للعمل نعم سعادة السفير ما الذي لفت انتباهك في المطبخ الفلسطيني وإذا كان هناك أكلة معينة وعجبت بها وإذا تعلمت أيضا طريقة إعدادها يوجد طبعا وحدة كاملة عن المطبخ الفلسطيني لأنه فعلا يحتفل بهذا الأداء والواجبات غير المعروف في أوروبا نريد أن نعرضها على شعب الأوروبي في الدنمارك وغيرها وذلك للتعريفهم بغناء المطبخ الفلسطيني فهذه هي محاولة من أجل المسج بين البعد النوردي فيما يرتبط بالمطبخ والمطبخ الفلسطيني لتقديم ذلك إلى الجمهور الأوروبي وتعريفه على المطبخ الفلسطيني فنحن نعلم بأن فلسطين وضع خاص 55 سنة من الاحتلال صعوبة في الوصول المياه إلى الطاقة مشاكل كثيرة يواجهها المزارع الفلسطيني وبالتالي من المهم جدا أن تسلط الضوء على المنتج ذات الجودة العالية رغم كل هذه الظروف التي ينتجه المزارع الفلسطيني وهذه قصة رائعة يجب أن يتم سردها بالإضافة إلى إيجاد الطرق التي تؤدي إلى الاستدامة وأيضا الأخذ بعين لاعتبار البيئة والمناخ لأن المستقبل يرتبط في ذلك فعندما تذهب إلى الإنترنت واتطلع على هذا الكتاب أو تقرأ في الكتاب الموجود بين يديك سترى الكثير حول المطبخ الفلسطيني ونوردي وعملية الماج بما بينهما وأيضا موضوع الثقافات وكيف يتم جمع هذه الأمور مع بعضها البعض مما ذكرت سعادة أسفيري تمثل في هذه المائدة الحاضرة بخضار أرض فلسطين بجودتها العالية بجمال ألوانها أيضا وأنا أحب أن أشيل موضوع مهم جدا هناك صراع طويل الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي له علاقة بسرقة كل ما هو فلسطيني من طبخات فلسطينية من تراث فلسطيني محاولة طمس حتى الهوية الفلسطينية بالتالي هذا الجزء من هذا الكتاب هو يوثق الطبخات الفلسطينية وهذا جزء مهم من دولة صديقة مثل أدينامالك بالتأكيد كل عنصر من العناصر التي استخدمناها فيها كصة رائعة خلفها حقيقة فأنت تحدثين عن الشعب يخوض الكفاح من أجل التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها ومن هنا يأتي الأمل فإذا ما نظرت إلى هذا الكتاب ستجد الكثير من الوصفات والعناصر التي استخدمت والتي فيها الكثير من الإثارة حقيقة فنحن نتحدث عن أشياء شعبية في البلدان النوردية وأيضا عن أشياء في فلسطين بالإضافة إلى تركيز على موضوع المناخ حيث أننا نتحدث عن نوعية شريكة مثلا موضوع التوت في فلسطين وتشبه في المنتج الأوروبي وكيف يمكن تعزيز هذا المنتج عندما نعمل معا ومع المنظمات الأمية كبرنامج الغذاء وزراع الأمم المتحدة عملية إنتاج العسل مثلا تسويق العسل الشباب الذين يقومون بتأسيس هذه المشاريع منتجات التمر الكثير من المنتجات المذهلة حقيقة فعندما نعمل على جمع هذه الكصص مع بعضها البعض تجد أشياء لم تريها من قبل في هذا الكتاب وعندما عرضته على رئيس الوزراء للمرة الأولى وفتحت هذا الكتاب وقلت له فكر بذلك كم مرة رأيت هذه العلاقة بين الثقافات والمطبخ نتحدث عن الثقافة في الدنمارك والدول النوردية وفلسطين ففعلا في هذا الكتاب الكثير من الإلحام فيها الكثير من الأمل يبين ويوضح ديناميكيات الشباب في المجتمع الفلسطيني والقدرة على إنتاج منتجاتها جودة عالية رغم الظروف السائدة سعادة السفير عن العلاقة القريبة ونتحدث عن دولة الدنمارك وهذه الصداقة التي تمتد لمئات السنين ريمة والدنمارك لطالما كانت دولة داعمة وصديقة لفلسطين وقدمت الكثير من المشاريع نعم بأتأكيد هناك رابطة قوية حقيقة وفي دعم دنمارك لبناء المؤسسات في الدولة الفلسطينية لعقود حقيقة إذ نقدم هنا الكثير في سياق التعاون التنموي مع مجتمع المانحين لفلسطين إذا ما نظرت إلى حجم الدنمارك حيث يوجد لدينا 5.8 مليون مواطن في الدنمارك وهذا العدد قريب لعدد الشعب الفلسطيني وهناك الكثير من أوجه الشبه بين فلسطين والدنمارك ما يجعل إمكانية التعاون السهلة فنحن أوجدنا الأمة الدنماركية على أساس زراعة تشكل عنصر هام في الاقتصاد الدنماركي وبالتالي هناك الكثير من أوجه التعاون بين الدنمارك وفلسطين في هذا الصياق وأيضا هناك الطموحات والأمل بأن يتحقق السلام بين إسائيل وفلسطين ليعيشوا الجانبان جنبا إلى جنب أمن وسلام ونحن ندفع من أجل ذلك أحيانا يشعر البعض بالانزعاج لأن الوقت يمضي دون أن نتحقق هذا الأمل ولكن يجب أن لا نفقد هذا الهدف فندعم العملية السياسية وندعم الأعمال التنموية وأيضا ننتهز كل فرصة لنلتقي مع بعضنا البعض حول المائدة والمناقشة تبادل الثقافية وكل هذا الأمر وفي هذا الصياق تم إطلاق هذا الكتاب نعم ولطلبها طبعا كانت هذه العلاقات الوطيدة ما بين فلسطين والدنمارك والتي نعمل دائما على استمرار مثل هذه العلاقات مع دولة صديقة شكرا جزيلا لسعادة سفير أدنماركي لدى فلسطين كاتل كالسون شكرا 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 لك موسيقى